اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرية صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة مشروعات وزارة الري على مستوى الجمهورية وقد تم عرض الموقف المائي بواجه عام على مستوى الجمهورية والاحتياجات المائية وتوفيرها للمشروعات الزراعية ومياه الشرب فضلا عن موقف عدد من المشروعات الجاري تنفيذها خاصة المشروعات مشروعات تدعيم المنشآت المائية إلى جانب مشروعات حماية وتطوير الشواطئ كما استعرض الدكتور محمد عبدالعاطي جهود التحول لمنظومة الري الحديث فضلا عن مستجدات المشروع القومي لتبطين الطرع على مستوى الجمهورية بإجمالية طول يصل إلى 20 ألف كيلو متر بالإضافة إلى جهود حوكمة استخدام المياه الجوفية خاصة من خلال التحديث المستمر لقواعد البيانات للأبار الجوفية لمتابعة التغير في مناسيب ونوعية المياه الجوفية وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بالاستمرار في التوسع بتطبيق ونشر نظام الري الحديث للأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية لما يتمتع به من سرعة التنفيذ وتوفير المياه وكذلك كمكون أساسي في استراتيجية الدولة لترشيد الاستهلاك استهلاك المياه ورفع كفاءة إدارة مياه الري وعلى رأسها المشروع القومي لتبطين الطرع ورفع كفاءة القنوات المائية الفرعية كما وجه الرئيس السيسي بالعمل على تحقيق الإدارة الرشيدة والاستخدام الآمن للمياه الجوفية في مصر بما يضمن إتاحة هذا المورد المائي غير المتجدد للأجيال القادمة مع المتابعة والرصد اللحظي للمخزون الجوفية وكذلك وضع خطة لاستكشاف الخزانات الجوفية وضف المتحدث الرسمي أن وزير الري عرض جهود الوزارة في مجال التحول الرقمية وموقف تطبيقات الرقمنة في إدارة المياه وكذلك في إطار رؤية مصر عشرين ثلاثين وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمي في أداء أجهزة ومؤسسات الدولة كما تم عرض جهود التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة في مجال الري لسيما دول حوض النيل حيث تحرص مصر على المستوى الثنائي على توفير الدعم الفني لها في هذا الصدد خاصة من خلال حفر أبار المياه الجوفية وتطوير المجاري المائية وتجهيز المراكز المتخصصة للتنبؤ بالأمطار وتأهيل الموانئ وتدريب العديد من الكوادر الفنية المحلية كما تم في داتا الإطار استعراض التقدم المحرز على صعيد تنفيذ مشروع ربط بحير تكتوريا بالبحر المتوسط وضعا في الحزبان ما سيحقق هذا المشروع من تعظيم الاستفادة من الملاحة النهرية وزيادة التبادل التجارية بين الدول الإفريقية وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز الجهود في تنفيذ مشروعات التعاون في مجال الري مع دول حوض النيل بما يساعد على تحقيق التكامل الاقتصادي بينها أخذا في الاعتبار الإمكانات والفرص المتعددة الكامنة لدول الحوض والتي تفتح أفاق التعاون والبناء وتطوير العلاقات المشتركة بينهم كما عرض الدكتور محمد عبد العاطي استعداد تنظيم أسبوع القاهرة الخامس للمياه والذي سيعقد تحت رعاية السيد الرئيس تحت عنوان المياه في قلب العمل المناخية وذلك في إطار إيمان الدولة بأهمية محور المياه في قضية تغير المناخ والتي ستنعكس بالتبعية خلال استضافة مصر خلال العام الجاري لقمة المناخ قب 27 العالمية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر